برحب حضراتكم مرة تانية في البيت الكبير فقرة الحوارية الأولى مع ناقد رياضي متميز يمكن وحشنا كتير جدا هنا في البيت الكبير ومفتقدينه لأراء المتميزة ودايما يعني بتكون فقرة مميزة معنا دلوقتي في البيت الكبير والستاذ جمال الزهيري والله أنا مفسوط أو أن أنا معك كابت ربنا يخليك الله يخليك وانت وحشتني جدا بس متابعك على الشاشة ربنا يخليك عندنا ملفات كتيرة جدا جدا خلينا نبدأ بمشاء الله دولاب وبطولات النادي الأهلي يعني ممتلئ والنهاردة كان فيه بطولة وضيفة لهذا الدولاب العملاق بيفوز طبعا سيدات النادي الأهلي في كرة اليد بكاس مصر اللي البطولة يمكن جايبة عنهم السنة اللي فاتت لكن النهاردة كان احتفالية جميلة جدا جدا موجودة وكان حاضر فيها الكابتن محمود الخطيب بشكل كبير جدا وكان صورة جميلة شفت المبرزة او شفت هذا مش هقول انجاز لاننا متعودين على هذه البطولات لكن بطولة جديدة تضاف لطلاب النادي الأهلي هو يعني انا شايف طبعا انه ده استمرار لحالة التفوق الرياضي اللي موجودة في النادي الأهلي وخصوصا هذا الموسم ما شاء الله يعني البطولات بتتوالى ودولاب البطولات زي ما بيقولوا بيزيد كل يوم ببطولة جديدة وفي كل اللعبات يعني مش بس كرة القدم لا كمان في كرة اليد فده في حد ذاته انا بقول انه هو دليل على نجاح السياسة الرياضية اللي ماشية في النادي الأهلي في ظل المجلس الحالي بكبتن محمود الخطيب ويمكن احنا شايفينه هنا او اتفرجنا النهاردة وهو حتى بيصافح لعيبة نادي الزمال لعيبات نادي الزمال بعد تهنئة طبعا بطلات النادي الأهلي وده بيدي برضو مثال للروح الرياضية وده النادي الأهلي لانه يعني في النهاية كلهم ابناء مصر وكلهم رياضيين بيتنافسوا بروح رياضية والفوز في النهاية للفريق الأفضل أثناء المباراة او الفريق الأفضل في البطولة وده شيء رائع وطبعا ان شاء الله منتظرين أكتر كمان الرائع في الموضوع ان مجلس ادارة النادي الأهلي طبعا شوفنا السيد العمري فاروق كان رئيس بعثتنا هناك في الكنغو النهاردة تواجد الكابتن محمود الخطيب طبعا مع الاستاذ طارق أنديل كمان استاذ طارق أنديل ما شاء الله يعني شعلة في مجلس ادارة النادي الأهلي كان متواجد النهاردة وبيسلم المدليات بشكل مميز جدا تواجد كمان الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق أنديل بيدي أولا انطباع ان القرط القدم هي اللعبة الشعبية الأولى وهي ترطاية النادي الأهلي بمعنى صح لكن كمان على مستوى اللعبات الجماعية والفردية تواجد عضاء مجلس الإدارة كمان برئاس الكابتن محمود الخطيب بيكون لها طعم مختلف أصله اللاعب يعني دايما نحن بنقول غير ان هو بياخد بطولة لما بيلاقي برضو اهتمام من مجلس إدارة النادي في كل البطولات أعتقد ان ده في حد ذاته بيعمل يعني اعتبر برضو أحد الكؤوس اللي بيحصل عليها اللاعبين يعني إحساسك انت انه في مجلس إدارتك رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة متواجدين معاك في كل البطولات بصرف النظر عن انها كرة قدم أو اي لعبة أخرى لا ده شيء كويس جدا أنا بعتبره أحد الحوافز المهمة جدا لاستمرار النادي الآهلي في البطولات يعني هو النادي الآهلي بياخد بطولاته لأنه أولا بيوزع الاختصاصات مظبوط يعني تلاقي كل حد كل حد في مجلس الإدارة مسؤول عن الإشراف أو متابعة لعبة معينة صحيح عنده ملف معين بالضبط عنده ملف معين وشغل عليه ومحدش بيتدخل في الشؤون الفنية وده نقطة مهمة جدا يمكن لما حصل الفترة الأخيرة كان فيه شوية ضغوط بسبب نتائج فريق كرة القدم يعني تخيل فريق كرة القدم بالنادي الآهلي اللي عامل السلاسية واللي هو ممكن يبقى ربعية وخماسية لما تكتمل البطولات إن شاء الله تخيل رغم كده كان الهجوم شديد جدا على الجهاز الفني بقيادة موسيماني فإنه إزاي إنه هو لسه البطولة شغالة يعني الدوري إحنا بنقول دور المجموعات أو دور المجموعات ده تجميع نقاط لسه البطولة شغالة وفي ضغوط فيمكن ده كله تقطع شوية بعد الفوز الأخير فاللي أنا عايزة أوصل منه هي نقطة إيه إنه الأهلي لا يحاسب بالقطعة الأهلي دائما بيقيم التجربة بشكل كامل وبناء على هذا التقييم بياخد قرارات يعني إحنا شفنا مثلا اليومين اللي فاتوا أيضا اجتماع كابتن محمود الخطيب مع لجنة الكورة مدير قطاعات الكورة مدير الناشئين رئيس قطاع الناشئين البراعم الأكاديميات كان أيضا هو اجتماع لوضع سياسات معينة بعد ما وكان حاضر طبعا الاجتماع كابتن محسن صالح باعتباره هو رئيس اللجنة الفنية أو لجنة التخطيط أنت لما بتحط هذه النقاط وبتحط هذه الأسس في العمل ما بتدخلش بعد كده غير في نهاية فترة لتقييم وده ده أنا بعتقد أنه هو الأسلوب الأمثل في الإدارة صحيح يمكن الدغوطات كمان يمكن ده سياسة النادي الأقلي على مر العصور لكن لو جينا تكلمنا عن العشر سنين الأخيرة خاصة بعد ظهور السوشيال ميديا والضغوط السوشيال ميديا وآثار يمكن بعضها إجابية وبعضها سلبية لكن عمر النادي الأهلي كمان ما بيخضع لهذه الضغوط بربع عليها وده نقطة مهمة يعني ممكن جدا مجلس الإدارة يتحمل هذه الضغوط صحيح بيتحملها إلى أقصى مدى ولا يتدخل لمجرد يعني كما نرى في بعض الأندية الأخرى أنه السوشيال ميديا بيخلي الإدارة تضطر إلى اتخاذ قرارات قد لا تكون مقتنعة بها أو قد لا تكون في صالح الفريق أو في صالح اللعبة فده شيء مهم جدا وهي دي الضريبة اللي بيدفعها مجلس إدارة النادي لما بيتحمل بالنيابة عن كل الفرق الرياضية كابتن هاني هذه الضغوط بس هي الشطارة بقى أن أنت تتحمل وتمتص هذه الضغوط وتوجهها في الاتجاه الصحيح بس فده يعني يعني نقدر نقول أن هي سياسة فعلا عامة في النادي الآلي يمكن زادت في الفترة الأخيرة عشان السوشيال ميديا السوشيال ميديا بتحرك يعني دول صحيح فما بالك بالأندية وبالتالي مدى قوتك وصمودك في مواجهة هذه الضغوط للصالح العام خلي بالك لأنه ممكن السوشيال ميديا يبقى هدفها مصلحة النادي يعني أنا مقدرش أشكك في نوايا الناس اللي هم بيضغطوا من أجل التغيير لكن أحيانا أنا كمتعامل مع السوشيال ميديا يعني لو أنا راجل عادي جدا ومحب للنادي الأهلي لو النتائج ساقت وأنا هجمت للتغيير هجمت النادي للتغيير بيبقى برضو نيتي كويسة أكيد لكن مش دايما النواية وطبعا التغيير دايما وكلمة التغيير نفسها أو قرار التغيير بيبقى ليه متطلبات وليه وقت معين وقد لا يكون يا كابتن الناس اللي بتضغط بدافع الحب قد لا تكون تعلم كل التفاصيل صحيح يعني ولذلك أنا هنا عشان كده بأكد على نقطة إنه الإدارة السليمة المفروض النهاية بتستوعب أه بتستجيب للرأي العام وبتستجيب للسوشال ميديا بس بعد ما تفرز الكلام ده يعني يعني مش مش مجرد استجابة فورية لإرضاء الرأي العام لأنه انت لو اعترض الرأي العام ممكن أي نتيجة مباراة بعدها تغير صحيح ممكن تغير كل ثلاث كل ثلاث أربع مباراة تغير كل ماتش اتغير مدرب لكن لو أنت أخدتها وعملت فارز كويس لهذا النقد أو هذا الهجوم وبعديها مباشرة بتبتلي تاخد قراراتك لا مانع أبدا بس بعقلانية أكتر يعني بعقلانية أكتر ويمكن يعني عشان نيف الملف ده أضبر دليل وكنت دايما بتكلم على المرحلة الانتقالية ما بين بايلر وموسيماني وأن القرار تاخد كان فيه ضغوط كبيرة جدا بعد إعلانه يمكن بايلر عن رحيله ضغوط كبيرة على مجلس إدارة النادي الأهلي لكن القرار كان سريع جدا وإنطايم وكان قرار مناسب واختيار سليم باختيار موسيماني فديل بتكلم على إدارة النادي الأهلي بنتكلم على والقرار بيزاخد بشكل احترافي لما المجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب أخدوا القرار محدش حس أولا أن فيه أزمة يعني محدش حس إن فيلر إن فيلر ماشي صحيح خلاص هو الراجل خد قراره بس في أثناء ما هو بيبقى فيه كلام معاه لمحاولة إقناعه وكلام ده كله وده اللي يمكن ما كانش يعرفه الرأي العام الرأي العام ما يعرفش ما يدور في الغرف المغلقة كان النادي الأهلي في ذلك الوقت بيتفاوض مع شخص أو مدرب من وجهة نظر الإدارة في هذا التوقيت وأعتقد أن وجهة النظر دي سبق صحتها يعني من وجهة نظر الإدارة أن هذا الشخص هو الأنسب في هذه المرحلة يعني ليس تعصبا لمسيماني وليس مجاملة لي وليس مجاملة المجلس الإدارة هي القصة كلها أنه هو مجلس الإدارة أو كابتن الخطيب حسم هذا الملف بالشكل الأنسب في التوقيت أنت محتاج واحد يكون عنده فكرة كويسة قوي عن البطولات اللي الأهلي بيشارك فيها وعنده خبرات فأعتقد أنه كان الاختيار مناسب جدا جدا ولذلك الرأي العام تقبل يمكن في البداية كان فيه مش صدمة مفاجأة يعني إزاي أنه النادي الآله يجيب مدرب أفريقي وده كان تفكير خارج الصندوق يا كابتن هاني كان خارج الصندوق وكان فيه تبعيات كتيرة جدا حبتح مع حضرتك كمان ملف الكرة والحمد لله النجاحات يمكن خاصة مبراط فيتا كلاب الأخيرة لكن خلينا نتكلم كمان على الإنجازات على مستوى اللعبات الجماعية والفردية شفنا طبعا كرة اليد للرجال والسيدات والنهاردة كمان بنشوف كمان بطولة جديدة سيدات كرة اليد وفوزها بكاس مصر معانا تقرير بيبين قد ايه كمان وحما نشوف التقرير قد ايه فرحة فرحة البنات بهذا الفوز ولحظات التتويج ولحظات استلام الكاس كانت لحظات اكتر من رائعة كمان بتدل على قيمة هذه البطولة وقيمة اللعبات او اللعبين اللي باي لعيب فيهم او اي لعيبة بيحقق شيء بيكون بفرحة وحب في النادي الاهلين مبروك مرة تانية صورة رائعة يعني فرحة جميلة جدا ويعني بنقول بطولة جديدة تضاف لبطولات النادي الاهل لكن فرحة البنات كمان كانت لا لا بينا بينا في تصرفاتهم وبرضو احساسهم بان رئيس النادي كابتن خطيب موجود وان هو بيهنيهم بنفسه وعجبتني كمان قوي لقطة وهو بيسلم على لعبات الزمالك انا بعتقد ان هي رسالة برضو حلوة لكل الرياضيين احنا في النهاية دي مباريات رياضية مفيش فرق بقى بين النادي دا وبين النادي دا للناس اللي هم هوات التعصب يعني لكن بنبارك لبنات الاهلي على هذا الفوز المهم جدا وهذا الفوز بيضع برضو عليهم في المستقبل مسئولية كبيرة جدا صحيح ان هم يحفظوا على دا ويحاولوا حقه اكتر صحيح طيب نروح مع حضرتك اللي كان اجتماع النهاردة اعتقد اجتماع مهم جدا كالتحاد الكورة باجتماع معظم الاندي اللي كان متواجد او المتواجدين بصراحة كان موجود استاذ طارق اندي كعضو مجلس ادارة النادي الاهلي منذوب عن النادي الاهلي كواليس الاجتماع دا ازاي وحتى القرار اللي طلعت انت حضرتك شايفها ازاي وبيتقدرها هل دا في مصلحة الكورة المصرية في الوقت الحالي او كان في بعض النقاط اللي حضرتك يعني شايفها انها كانت ممكن موضوع الضغوط دا يتحل بشكل او باخر بس هو اولا طبعا يعني كان اختيار لستس طارق اندي من جانب مجلس الادارة وكابتن محمود الخطيب تم تكليفه بانه يحضر الاجتماع نظرا برضو لنجاحات طارق اندي في حضور مثل هذه الاجتماعات هو بيمثل النادي الاهلي وبيمثل اكبر الاندية المصرية تالي الحضور يحتاج الى يعني اي حد من مجلس ادارة النادي الاهلي حيكون على مستوى انه هو يمثل النادي الاهلي ويمكن قبل كده برضو حضر استاذ خالد مرتاجي ويعني اقصد انه عندك الكوادر في كوادر طبعا في كوادر ادارية وتستطيع انها تحضر خلينا نحلل كده سريعا النقاط او النتائج لهذا الاجتماع نمرة واحد ان الدوري هيخلص يوم 30 سبتمبر ان شاء الله دي نمرة واحد نمرة اثنين ان ضغط المباراة كل 72 ساعة هيكون في مباراة ده بيضغط المباراة الحاجة التالتة ان تمساكت الاندية بعدم اللعب في بطولة كاسماص دور الثمانية ودور الستاشر بدون اللعيبة الدولية بالنسبة للمنتخب اللومبي او حتى المنتخب الاول والجزء الاخر ان في خلال مشاركة منتخب الاولمبي في اولمبيات ان شاء الله توكيو هيكون في بعض التأجيلات للاندية اللي عندها عناصر متواجدة مع المنتخب الاولمبي شوفت التحليل اربع نقاط دول ازاي شوف انا اول حاجة في الموضوع تلفت النظر انه الاجتماع اللي دعا الي اتحاد الكورة او اللجنة السلسية برئاسة كابتن احمد مجاهد شئ جميل انه الاتحاد يناقش مشاكل اللي بيواجهها مع الاندية يعني ده اللي احنا بنتمناه حتى مستقبلا لما يبقى فيه ربط دوري المحترفين انا بقول ان هي بروفة كويسة للتعامل مع الاندية ما هو انت النهاردة مش هتاخد قرارات تطبق على ناس هم اساسا الاطراف يعني انت النهاردة هتاخد اي قرار افرد الاغلبية اتخذت قرار معين يناقش انما انا مع النتيجة اللي وصل اليها المجتمعون بانه الدوري يستمر ده مفيش كلام اه لانه بعض الاندية يعني لا لا مسألة الغاء دي مسألة من اخطر ما يكون لانه انت لو لغيت الدوري انت بتهد الكرة المصرية ولنا تجارب سابقة المواسم اللي الغي فيها الدوري انت بتعاني واخد بالا الوقت عندك سبونسر وعندك فلوس يعني هتخسر في جميع النواحي على رأسها الناحية الفنية ثم الناحية المالية والشركة الرعية والكلام ده كله ولذلك انا بقول انه اهم قرار هو استمرار يعني القضاء على اشاعة او نغمة فكرة ان الدوري ما يكملش وحتى لو الدوري احنا بقالنا مسلمين الدوري بيطول جدا بس انا بشوف ان هي ظروف خارج ارادة اي حد واخرهم كانت الموسم اللي فات او ليه الكورونا ما حدش يقدر يعني يقف قدام في دول لغت اصلا فمعنا نجاح الاتحاد الكورو المصري والاندية المصرية في استمرار المسابقة ده في حد ذاته كان شيء كويس جدا بالنسبة لانهاء تحديد موعد اللي هو 30 سبتمبر للنهاية اعتقد او الانتهاء المسابقة اعتقد ان ده معاد مناسب وحتى لو هيبقى فيه ضغط للمباريات يمكن احنا برضو كابتن بنشوف سواء في الدوريات الاوروبية او في البطولات القرية الاوروبية فيه شوية ضغط في المسألة دي ومع ذلك على التوب على التوب تيمز يعني اللي بلعبوا البطولات الاوروبية لانه هو ده قدرهم الفرق اللي هي بتشترك على المستوى القرية والمستوى المحلي طبيعي ده ان هو بيلعب على البطولات فلازم يبقى جاهز واعتقد ان اللجنة السلسية برضو مع بداية التولية المسئولية ادت مساحة في القيد وكمان ادت عزر للاندية اللي هيبقى عندها اصابات كورونا قللوا العدد يعني ما معناه انه اللجنة السلسية بتقدر ظروف الاندية وهي نقطة دي الاسسية اللي هي نقطة التعاون بين اللجنة اللي بتدير كرة القدم وبين الاندية يعني مش بتعمل حاجات تعجز الاندية لا بالعكس في نوع وده درها الاساس انها بتحاول بقدر امكان تنظيم البطولة بشكل جيد وكمان مساعدة بعض الاندية طب لو خدنا من مساعدة بعض الاندية كان طبعا كان فيه بعض الاندية بتشتكي او طلبوا انه هما موضوع المسحة دوات انه بيتكلف كتير جدا وبالتالي حاولوا بقدر امكان انه هو اتحاد الكورونا او اللجنة السلسية تتحمل هزي المصاريف ولكن لظروف ان على اللجنة التفتيش انه هو ما ينفعش ان انا اصرف فلوس على حاجة مش موجودة في اللايحة يا دي اللي يحسمها حاجة واحدة بس انه يبقى فيه اتفاق دي الحاجة الوحيدة اللي تخلي اللجنة السلسية او اتحاد الكورة يتحمل تكاليف المساحات انه تبقى وزارة الشباب والرياضة متداخلة في هذا الامر بما انه عودة الدوري كان اساسي فيها اللي هي المساحات صحيح اللي هي مراعاة الاجراءات الخاصة ب كورونا بالزبط فلو الوزارة نجحت في ده او عملت ده مع الاندية مع الاتحاد بحيث انها تعفي اتحاد الكورة من المسئولية القانونية لكن طالما انه يبقى فيه مسئولية قانونية على اتحاد الكورة اعتقد ان ما ينفعش بقى طالبه اكيد بالزبط وبعدين اللي احنا عرفناه ان الاندية مضت على هذا يعني عرفة من ايام اللجنة الخماسية عارفين انه التكاليف على الاندية ويخبرهم كمان اختيارات يا اما بي سي آر يا اما الرابيد تيست يعني عند الاندية عندها اختيارات عندها بعض الاختيارات لكن انا انا بتصور لو الموضوع يبقى فيه مشكلة لبعض الاندية ان الوزارة ممكن تتحمل شوية عن طريق اعانات معينة عن طريق شيء لبعض الاندية اللي ممكن يكون عندها مشاكل مادية طيب قبل ما نخش على الملف الافريكي وفوز النادي الاهلي وشكل المجموعات ويعني توقعاتك كمان للمجموعات كلها اخر رحاجة بالنسبة لاتحاد القرى ان الاندية رفضت انها تلعب بطولة كاس مصر والدوري في فترات تجمع المنتخب الالومبي حضرك شايف ده ايجابة للكرى المصرية ولا انا من وجه نظري ان المنتخب الالومبي لما يلعب طبيعا ان الدوري يستكمل وخاصة ان انت عندك عدد كبير من اللعيبة المفروض كل نادي عنده قايمة كبيرة انك ما تعطلش المسابقة علشان المنتخب الالومبي دي بالتحديد انا معك ويمكن حيطك مرد بيها انا مرد بيها فعلا لان لو جينا حتى على المستوى الدولي الدورة الالومبية ليست من اجندة اتحاد الكرة الدولي الفيفا هي مش من الاجندة بتاعته بالعكس ده فيهم في بينهم ما صنع الحددين انا عارب بين اتحاد الدولي الفيفا واللجنة الالومبية الدولية لكن لو كان فيه وسيلة للتنسيق وخبالك بس انا بشوف ان هي قانونا مش من حق اي حد حتى لو النادي مثلا على سبيل المثال اي نادي قالك انا مش هوادي اللعيب بتاعي على مستوى الفيفا ما فوش مشكلة بالزبط هي مش داخلة في الاجندة الدولية اصلا بتاعت الفيفا وبالتالي مش هبقى فيه مشكلة لو اي نادي رفض لكن هي بقى المسألة هتيجي بالحب يعني هو الفكرة كلها مصلحت منتخبنا القلوم بالزبط اولا اخيرا هلعب باسم مصر بيلعب في بطولة كبيرة هو هتيجي من المنطلق اه طبعا يعني اذا كانت دائما احنا كنا نتابع المشكلة دي يعني انت يمكن كنت من المدربين اللي عانوا بقى من النقطة دي ده حقيقي مش كده بتبقى انت عايز لعيب اه عايز لعيب والاندي رفض ومش قادر طبعا اشتك لانهم من الحق ويقول لأ لان انت قانونا انت عارف اللوايح وعارف النظام لكن لو في امكانية للتعاون فيها اوكي وده الواضح يعني مكانش يبقى لو الدوري استمر باللعيبة بتوع المنتخب الولمبي برضو مش مختلفين لكن انا بفضل انه يبقى فيه اتفاق ودي خلينا نتكلم ممكن ان شاء الله في خلال يمكن المواسم اللي جاية وان شاء الله بإذن الله يكون تواجد مصر في الولمبيات كل 4 سنين ان شاء الله يكون ده موجود على اساس المسابقة الدوري ما تقفش بغياب الدوليين لكن لمصلحة منتخبنا الولمبي اكيد كل الدعم ليهم والأجل المصلحة طبعا هم عندهم وكمان المنتخب اللمبي بقياة طبعا كابتن شوق غريب عامل حالة جميلة وكل اللعيبة بتلعب في الدوري وعدد اللعيبة بيلعبوا في المنتخب اللمبي كتير في الدوري وبالتالي ده شيء مقبول على المستوى يعني ممكن نتقبله من أجل مصلحة المنتخب الولمبي عشان للنادي الأهلي في مشوار إن شاء الله العشرة شفت مباراة فيتا كلاب ازاي وفوز الأهلي بهذه النتيجة الرائعية أنا شايف أن المباراة دي الحقيقة نقطة تحول رائبة يعني أنا كنت بعتبرها يعني بصراحة بالنسبة للأهلي والزمالك كانت يوم 16 مارس وده اللي أنا كاتبه الاسبوع ده يعني أنه 16 مارس ده يوم فاصل سواء بالنسبة للأهلي أو بالنسبة للزمالك في البطولة رغم أن موقف النادي الأهلي أفضل يعني لو كان حصل أي شيء تاني كان ممكن يبقى فيه أمل لكن الحقيقة بالنسبة للزمالك أعتقد أن الموقف بقى صعب جدا بالنسبة بقى لفريق النادي الأهلي اللعيبة لما استعادت الروح بتاع البطولة أنا أتكلم بمنتهى الأمانة يمكن كابتن أسامة حسني في برنامجه وفي القناة في قناة الأهلي قالها لأول مرة تحس أن لعيبة النادي الأهلي رجليهم بقت على الأرض نزلوا تاني الأول بعد البرونزية يعني كان فيه شيء شوية من الغرور شوية بدأ يقش غرور اللي هو عارف الثقة زيادة اللي بيسبح في الأحلام لازلوا كده على أرض الواقع بجد والمباراة الأولانية اللي هي أقيمت في مصر مع مع فيتا كلاب أعتقد أن الأهلي كان يعني مرشح أنه هو يكسب لازل المباراة سبحان الله التوفيق غاب هناك غاب هناك وجه هناك جه طبعا التوفيق ده ما جاش كده اعتباطا جه لأنه لعيبة النادي الأهلي أنا كتبت ده برضو على الفيسبوك أنه ارتدوا وساوا بالبطل خلاص كل اللعيبة عرفت أن ده آخر فرصة اللي هي تضمن لهم أنه ما يرجعوا تاني عرف القطر جده يعني خرج شوية عن الخط المباراة دي اللي رجعت الفريق إلى مصاره والأداء طبعا كان على أعلى مستوى استغلال الفرص كان برضو على أعلى مستوى يعني أنت استغلال الفرص في مباراة فيتا الأولى كان ضايع جدا يعني أنت ضيعت فرص لا تضيع انفرادات اللي فرق معاك أنت المرة دي هم نفس اللعيبة هو نفس بيتسو موسماني أنا بقول أنه اللي رجع هو اللعيبة نفسها وشخصية شخصية شخصية البطل شخصية البطل ده تظهر وخاصة في أول المباراة يعني اللي تفتكر برضو معايا يمكن مباراة سيمبا ما كانتش ظهرة بشكل كبير جدا بدأت تظهر يمكن آخر ثلاث دقائق في المباراة لكن كان كان شخصية البطل والتركيز اللعيبة وإصرارهم أعتقد ده كان برا طبعا النحية الفنية اللي كانت أكثر من رائعة تشوفهم كمان يا كابتن لعيبة الآلي في المباراة لقى الجدية واضحة جدا حتى على ملامحهم يعني تحس أنه لقى المباراة دي بقى هي المباراة الفاصلة اللي هي ترجعنا تاني إلى طريق العشرة وأنا على فكرة ما بتخضش من نتائج الفرق الأخرى هنيجي للفرق الثانية لأن يعني أنا عايز برضو أفكر للناس لأن في ناس منزعجة جدا من ومن الوداد لا ده راجع لطبيعة المجمواتين دول هنتكلم ونحل المجموات وطبيعي أن دور الثمانية أقوى ثمن فرق طبيعي بيكون بيكون قوي نبتكر السنة بس ما نخافش منهم أنت بتلعب معهم في كل أنت دايما في دور الثمانية أنت بتلعب مع الفرق صحيح لا إلا أنا عايز أقوله أن أولا النادي الأهلي كان ممكن جدا لو هو بحالته الطبيعية في المتشاط الثلاثة اللي قبل كده كان يحقق النتائج أفضل وإداء أفضل يعني كان زمان عنده ده صحيح يعني لو هو كده كان زمان عنده الشكل بتاع أنه هو 12 نقطة ما كانش فيه مشكلة لكن إحنا قلنا بقى إحنا بنعذر لعبتنا أنه هم في خاضوا برضو مرحلة التتويج دي كابتن هاني برضو نشوة الفوز والفرحة مش ممكن يعني أنت برضو لازم تدي البعد اللي هو الإنساني شوية إن اللعيبة نفسي طبيعي في وقت من الأوقات إنك نشوة الفرحة وإن تراجع بعد إنجاز كبير انت طاير بقى الكرفي ده لازم ينزل صحيح بس عارف المهم يا أستاذ جمال إن فعلا جماهير النادي الأهلي العظيمة أول ما بتحس إن الكرفي بينزل البوش والضغط السعاد سعاد بيكون زايد عن الحد ده هو دوت ده الضغط الإيجابي بالزبط برابع عليك ده الضغط الإيجابي اللي هو كمان بيبقى فيه بوش وضغط من الجمهور ومساندة بنفس الوقت ومساندة وسقة يعني برضو صحيح تشعر حتى في الناس اللي بيهاجموا لأ هما بيهاجموا عشان هم عايزين يشوف هما مش عايزين الأهل يصعد بصعوبة يعني مش عايزين الأهل يتآهل بشق الأنفس لا ده هما محتاجين طموحاتهم وأمالهم أن النادي الأهلي ده يتآهل مستريح جدا وليس ما يخشش يعني في حزبة وأنقوام يعني هما محتاجين أنه الفرقة تحسم الأمر مبكرا بس ده برضو بمفكر الناس مش دايما ممكن يحسر يعني يعني كل الفرق على مستوى العالم وده اللي أنا دايما بقوله عن النادي الأهلي النادي الأهلي لما الكرف بينزل يا كابتن وانت أكتر مني خبرة كرف الأهلي لما بينزل ما بينزلش قوي يعني بمعنى ما بينزلش للقاع كرف الأهلي بينزل وانت بتحس بيه لكن سهل قوي على طول إنه يرجع الفترة الزمنية للمنحنة لما بينزل ما بيطولش ما بيطولش وما بينزلش بعمق يعني مش انهيار صحيح وده شيء يعني اللي هو بقى أنا بقول برضو هي دي شخصية البطل إنه البطل ممكن الملاكم وهو بيلاكم ممكن يقعد شوية ما يضربش ضربات قاتلة بس في لحظة يديله القضية يروح يديله القضية وجاءت القضية برضو يعني طبعا القضية بدأت مع محمد شريف كمان لأفشة أفشة كمان بدأت مع محمد شريف ثم أفشة صحيح المتخصص في القضية صحيح ثم الهدف التالت كمان يعني طهر محمد طهر أنا بقول إن الهدف ده تتويج طيب إحنا شايفين طبعا موسيماني والجهاز الفني تقيمك لموسيماني إيه في المباراة ديت خاصة إن كان فيه بعض مش بعض يعني كثير من الانتقادات على موسيماني قبل المباراة رؤيتك الفنية اللي كانت خارج الخطوط من موسيماني من تشكيل أولا أخذ رأيك كان في التشكيل هل كان فيه مفاجآت بالنسبة لك إنه يبدأ بمسلا بشريف ومروان التغييرات اللي عملها يعني عايز أخذ رأيك أنا والله أفجأك أنا فجأك إنه يعني أنا ما فقدتش ثقة زي بعض الناس في موسيماني أنا كل اللي لاحظته إنه موسيماني بيعمل أقصى جهد عنده صحيح صحيح يعني الراجل حتى التشكيل اللي بيبتدي به هو تشكيل ما هواش غريب يعني يعني هو أضاف يمكن لهذا التشكيل هو بدأ الشناوي طبيعي محمد هاني بدر بنون ياسر إبراهيم أيمن أشرف لازم نشيد بياسر إبراهيم جداً لأن ياسر في فترة معينة كان قعد شوية احتياطي صحيح بسبب ارتفاع مستوى أيمن أشرف وبدر بنون وكان طبعاً علي معلول في بالضبط آه فلما الإشادة لازم تروح لأيمن أشرف كمان صحيح ليه لأن أيمن أشرف لما بتحتاجه شمال بتلاقيه لما بتحتاجه في سردباك في سردباك بتلاقيه فوجود أيمن أشرف بدر علي معلول ادى شوية عاد الثقة مرة أخرى لياسر إبراهيم فهو تمسك بيها وخلي بالك برضو ياسر نفتكر كده كسل العالم الأندية صابت برضو علي معلول في وقت كان صعب جداً هو كان بعيد نزل وقدى بشكل أكتر مرة عشان كده أنا بقول لحديدك أنه هو ما فقدش الثقة وده شيء مهم جداً وبعدين ربنا اداله يعني ربنا كافؤه على إنه هو ما فقدش الثقة ونزل ما تحسش إنه هو مهزوز مش البعد ده ما خلهوش ما فيه لعيبة ممكن يبعد طبعاً هو موجود عندك عمر السلية وإليو ديانك طبعاً مكان اللي اتنين طبيعي طبيعي جداً مجدي أفشا وجونيور أجيه ومحمد شريف ومروان محسر إنه هو يلعب باتنين أقرب ما يكون إلى رأس الحربة اللي هو محمد شريف ومروان محسن مع تعديل داخل الملعب في طريقة اللعب إن حد فيهم يبقى تحت حد شفنا مروان محسن أسست جامد جداً وشفنا محمد أشرف قصدي محمد شريف عفواً بيبقى لما بيكون في الموقف بتاع الأسست بيدي صحيح وخبالك فأنا شايف إنه هو استغل وجود الاتنين استغلال كويس قوي التغييرات بقى برضو في الإطار قبل كده كان ممكن يلعب بطهر محمد طهر كبداية صحيح لكن هو المرة دي لعب بمحمد شريف وخلى محمد طهر طهر محمد طهر برا يعني أقصد هي العناصر الموجودة معاه وولتر بواليا بدل مروان محصر هي الفكرة إنه كمان بعض الناس كانت بتفتكر يا إما هيبدأ مثلاً يعني كان الكل المعتقد هيبدأ مثلاً بواليا أو هيبدأ بمحمد شريف وهيبقى تحته هيبقى الشحات وقفشة وقفشة لا الشحات أنا معاه إنه الشحات بقى له فترة شوية بعيد فكانت وجود مروان مع شريف كانت يعني طبعاً شكلها حلو جداً في الملعب تلعب مرة أربعة أربعة أتنين تلعب لا أربعة أتنين تلاتة واحد مروان بيزل شوية شريف وبقى عندك اتنين ينفعوا يقوموا بدون رأس الحرب صح أثناء المباراة بالضبط يعني أثناء اللعب نفسه مروان برضو في المباريات الأخيرة لعب وأجزاء من المباريات وكان كويس جداً واخبالك مسألة بقى أنه يبتدي بمين رأس حرب أنا مع تثبيت شوية يعني يعني يخليه على تشكيلة معينة طب أنت رأيك يثبت بقى شريف خلاص إلى حد ما لأن أنا كنت مع لما محمد شريف جي من الإعارة كان عنده انطلاقة حلوة قوي صحيح فكان يجب الحفاظ عليه بنفس الحماس وهذه الانطلاقة القوي لما تسحب شوية ولعب والتر بواليا لا ده أثر شوية على محمد شريف لكن المباراة كبيرة مباراة 90 دقيقة وزي ما شفنا كده لعب محمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا شايف معايا وطاهر محمد طاهر نزل لا ما عندك شي مشكلة يعني أن أنت تستعين يعني أنت عندك قطع الغيار موجودة ممكن النهاردة يبقى أساسي ممكن في ماتش تاني يبقى احتياط ودي يعني سمة الفرق الكبيرة وخاصة لما يكون عندك قماشة مميزة لما يكون عندك عدد من اللعيبة المميزة الله ينور عليه أنه هو في كل ما عنديش مشكلة النهاردة وانت عايز تحافظ عليهم كلهم بالضبط فأنت بتدي على حسب رؤيتك الفنية وطبعا مشايف أنها التغييرات بقى كمان كان لها تأثير إيجابية طبعا طبعا وطب ما هو بعد كده ما هو نزل حسين الشحات اللي احنا بنقول عليه برضو شوية عليه علامات استفهم في الأداء شوية لكن اداله الفرصة لعب حمدي فاتحي صحيح يعني هو العناصر الطايمين كان أكتر من رؤى في الوقت يمكن اللي كان فيه شوية استحواز في نص الملعب من سريق بيتا كلاب رح زي حمدي فاتحي يعني هو أول تغيير له في أول الشوت الثاني طاير محمد طاير بدل شريف ده برضو شيء كويس شريف عمل الدور اللي عليه تماما وكان كنا خايفين على الإصابة وكان رجليه فيها مشكلة فما فيش مشكلة انه خلاص وولتر بواليا بدل مرهوم محسن أحمد رمضان بيكام بدل أيمن أشرف وده برضو كان ده برضو شيء كويس ان انت بتخلي أحمد رمضان بيكام موجود معاك في صورة وبتريح واضح ان كان موسماني كان فايق جدا وشايف كويس أيمان أشرف كان خد انظار وبعدين شوية واقع على كدفه طيب يبقى قدي في الوقت ده خايف طبعا من انظار التاني أو الطارد هيأثر في انتايم بيكام وبدلوا السقة وبعدين برضو الناس اللي هاجمت قوي مسلماني اعتقد ان هي تصرحت شوية في الحكم عليه ما هو ما فيش مدرب يعني حيعمل تشكيل ضد مصلحته ولا ضد مصلحته وبعدين برضو ما تنساش انه صابت علي معلول في فترة معينة وطولت شوية دي تخلي وكمان الغريب ان المحمود وحيد بعد ما بيخش فورما كمان هو بيتعاوه طبعا ده جزء مهم احيانا بتبقى مش احيانا دايما الظروف اللي بيواجهها المدرب هي اللي بتفرض عليه انه ولذلك وإحنا عاديين برا لازم وهو بيعمل التشكيل اشوف البدائل اللي عنده ايه واخبالك ممكن ان مثلا مرة يجرب ان هو يبتدي بوليا ومرة يبتدي بشريف لا بس انا بقى مع تسبيت شوية كزا مباراورة بعض ده بيدي شوية يعني ثبات وانسجام اكتر طيب احنا احنا طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله عندي امل ان احنا هنتصدر هذه المجموعة ان شاء الله بالفوز المباراتين اللي جايين رؤيتك بقى للاربع مجامية احنا طبعا نبدأ طبعا بالمجموعة الاولة مجموعة النادي الاهلي كمان كان فوز سيمبا على المريخ ثلاثة سفر يبدأ يمكن عشر نقاط النادي الاهلي سبع نقاط سيمبا عشر سيمبا ده احنا ادينا له تلت نقاط اه احنا بالزبط لا بس خلي بالك اول مجموعة بستة نقاط ادي له سقوة كبيرة جدا طبعا وفرقة من اربع مجموعة بيتجيب عشر نقاط اكيد فرقة على مستوى ان شاء الله انا اتوقع انه فرقة النادي الاهلي هتتصدر خلاص انت كده ما عندكش مشكلة الماتشين اللي جاي المريخ في السودان بالزبط واللي بعديه سيمبا في القاهرة ان شاء الله اعتقد انه في الامكان على حسب شكل المجموعة كده ان انت هتاخد ست نقاط باذن الله ان شاء الله وتتصدر هذه المجموعة ان شاء الله طيب يعني ببساطة ده هو الوضع الطبيعي لك صحيح يمكن لو اتكلمنا عن مباراة المباراة اللي جاية لنادي الاهلي امام المريخ يوم 2 ابريل برضو بنقول انها مباراة مش سهلة انت بتلعب في السجن فبرضو دلوقتي بنقول بنحترم المريخ جدا ومش النتائج الوحشة اللي عملها في الشامز ليج او خلال الفترة اللي فاتت هتكون موجودة في مباراة النادي الاهلي بص النادي الاهلي وانت قادرة مني ما بيلعبش على ترتيب الفريق اللي قدامه هو بيلعب على ان دي مباراة لها كل الاحترام صحيح ولا وفيها جميع المقاومات اللي تخلي فريق زي فريق النادي الاهلي فريق بطولة يلعب مع كل الفرق بكل الاحترام ما فيش فرق بين متصدر وغير متصدر او متزيل يعني فالمباراة الاهلي هيلعب مباراتين والقادمتين على انه كل مباراة برضو مباراة كؤوس يكسب عايز يكسب مع كل الاحترام للمنافس طيب ان شاء الله الاهلي يتصدر هذه المجموعة نروح للمجموعة التانية وطبعا اللي فيها طبعا سانداونز والهلال فرق طبعا واضح يعني خلاص يعني سانداونز وبيحق العلامة الكاملة ب12 نقطة من 4 يليه طبعا الهلال شباب بلوزداد جزائري ثلاث نقاط فرق كبير بينه وبين بينهم وبين الاول سانداونز مازمبي نقطتين شايف المفاجأة الكبيرة في المجموعة دي مازمبي يعني مازمبي بتاريخه الكبير في البطلاق ما كنتش تخيل لانه تعادلين وازمتين صحيح طيب المركز التاني تتوقع الهلال ولا شباب بلوزداد الجزائري في المركز التالي بس بنفس عدد النقاط مع الهلال يعني صندوز دمان خلاص هم الفريقين برضو متشابهين جدا الفرقتين لم يحققوا اي فوز يعني الهلال وشباب بلوزداد فالمركز التاني هيبقى ما بينهم طبعا وان كنت اتوقع ان ممكن الهلال يكون هو الاقرب الاقرب شباب بلوزداد شوية الدفاع بتاعه زي ما احنا شايفين كده في الارقام كمان داخل فيه ستة اهداف غير الهلال داخل فيه تلتة اهداف فممكن الحالة الدفاعية ممكن اه تفرق طيب دي المجموعة التانية المجموعة التالتة كمان من الفرق اللي ظهرت بشكل اكتر من الرائع فرير الوداد الوداد بيقدب بشكل اكتر من الرائع خلاص هو كمان ضمن عشر نقاط ضمن التأهل في المركز التاني حرية الكيني كازر شيفر وطبعا بترو اتليتيكو ده طبعا بترو اتليتيكو خارج المنافسة نهائيا زي المريخ زي المريخ وطنجيت يعني شايف برضو المجموعة بشكل طبعا الوداد ضمن حرية وكايزر شيفر الجنوب افريقي حرية كوناكري طبعا اعتقد المنافسة بينهم برضو هتبقى قوية وقد يكون الاقرب كايزر شيفر الاقرب اه على مستوى الخبرات على مستوى النتائج في البطولات قبل كده بالزبط الترجي المجموعة الرابعة والاخيرة الترجي طبعا ضمن التآهل عشر نقاط عشر نقاط طبعا يليه مولدية الجزائر تمانية ثم الزمالك اتنين نقطتين وتنجيت السنغالي نقطة واحدة واعتقد انه برضو خارج طبيعا الزمالك بقى مشكلته انه طبعا لازم يكسب الماتشين القادمتين المباراتين القادمتين والترجي يكسب مولدية عشان هو يعني يتمكن من الوصول للنقطة تمانية فطبعا يعني انا بقول برضو انه هو الموقف صعب جدا الهزيمة الاخيرة خسر مرتين متتاليتين من الترجي والمبارات مبارح كان لعيبة الزمالك مش في الملعب خالص الازان المخ مشغول بحاجات تانية وسمعت انا حاجات انه فيه مفاوضات وحاجات بغض النظر عن بس على الورق يعني قائم ما فيش حاجة مستحيل في القرى هي الموضوع صعب جدا لكن ممكن كل شيء كل شيء ممكن نحقص وخلينا بجد نتمنى على المستوى طبعا فريق نادي الزمالك فريق كبير على المستوى كفريق مصري طبعا على المستوى الأفريقي وتخيل كمان نادي الزمالك يمكن متواجد في دور التمانية مع التراجي مع الاهلي مع الوداد مع سانداونز القيمة كمان هتزيد للبطولة والمنافسة هتكون قوية وده في صالح الدمية نا هي دي أمنياتنا لكل الفرق العربية وكل الفرق طبعا المصرية في المقام الأول لما نكون الأهلي والزمالك مشاركين زي ما حصل النسخة النسخة اللي فاتت الأهلي والزمالك لأول مرة يبقى النهائي مصري وتعمل في مصر فكان شيء جميل جدا واخد بالك نتمنى التوفيق رغم الموقف الصعب الفريق الزمالك إنما نرصد الواقع الواقع بيقول أن الأرقام كذا ولذلك أنا ما بحبش أعلى أنا بقول الترجع عشرة مولودية الجزائر الثمانين الزمالك اتنين تونجيت واحد لكن الأمنيات بقى أنه نتمنى لكل الفرق المصرية رقم واحد التواجد الفرق العربية كمان في دور التمانية تكون متواجدة إن شاء الله كل التوفيق لكل الفرق العربية وطبعا التوفيق إن شاء الله النادي الأهلي يتصدر هذه المجموعة وتكون أعتقد دور التمانية هتكون بقى مختلف تماما وحسابات مختلفة وفرق هتكون على المستوى الفني مختلف أنا مش عايز الناس تخاف قوي من أرقام الفرق المنافسة تكلم على سانداونز يعني آه سانداونز والوداد والوداد لأن زي ما قلت الحديث يقلئنا يعني بالعاكس نحن نحترم يعني احترام طبعا وخاصة شمال أفريقيا سانداونز عمل ده أكتر من رأي حتى على مستوى دوري جنوب أفريقيا لكن خليني نتكلم أن نحن نحترم الناس لكن شخصية البطل اللي بتكلم عليها وإحنا بنحترم كل لكن أنا بحب أقول لأن في بعض الناس يقول لك ما أنت بقيت سبع نقاط المباراة الجاية إن شاء الله تبقى عشرة صحيح انت فهم بقصدي هو مسألة أن أنت تستعيد مكانتك مرة أخرى ده شيء في الإمكان وهو إحنا أثبتنا ده إن شاء الله تبقى متصدر حتى يعني لا قدر الله حتى مش متصدر أنت بتوصل لدوري الثمانية ودايما حسابات دوري الثمانية مختلفة أنت معك كل ودايما أنت داخل بشخصية البطل لما النادي الثمانية بيكون موجود في دوري الثمانية هتسأل أي حد على مستوى أفريقيا على مستوى الشمال الأفريقيا هتقول لك مين المرشح الأول للفز بالبطولة دايما اسم النادي الثمانية بيكون موجود يعني بتاريخه أنت لما توصل لدوري الثمانية لازم تبقى قادر بإذن الله على أنك تواجه أي حد أنت عايز تخذ لأ أنت بتلعب على الوصول للنقطة لمنصة التتويق وبالتالي القصة بالنسبة لك كل الفرق محترمة وكل الفرق تتساوى لأنه ممكن يطلع لك فريق مفاجأة ويعملك مفاجأة لأ أنت بتلعب مع كل الفرق زي ما حدك قلت بشخصية البطل ولذلك كل الفرق اللي هتلعب معك هتبقى حطة ودافة اعتبار طبعا ودي دغوطات تانية غير طبعا أنك عايز تفوز لكن كل فرق بتلعبك بتلعب النادي الأهلي نادي القرن بتتكلم على صعوبات لكن دايما وأنا باخد مباراة المباراة اللي فاتت أمام فيتا كلاب مثال حي لمعدن اللعب النادي الأهلي ويا رب ده يستمر هو دايما متواجد أنا ما اتمناش أننا بقى في موقف صعب عشان المعدة دايما لا نفسي أن هذه المباراة تكون هي الإجزامبل ده المسأل اللي نبدأ به كل مباراة من تركيز من تحضير من أداء فني عالي من أداء على مستوى اللعيبة كل ده على فكرة توفر كل اللي حدوك بتقوله ده كان موجود يوم 16 مارس يوم هذه المباراة ولذلك الأهلي حسامة بدري يعني حتى بقول لحظة كل الفرص اللي أنت كنت بتضيعها لا المرة دي ما ضيعتش أنت بالعكس وضيعنا شوي يعني حتى قابش وضيعت بس أنت بتخلق الفرصة وبتسجل رابع عليك يعني لما تشوف الأهداف لا أنت بتقتحم يعني يعني أنت عندك القوة والجرأة أن أنت تروح وتسجل صحيح فده يمكن في المتش الأولاني أنت كنت بتوصل ومسيطر ومع ذلك اللامسة الأخيرة ما كانتش مزبوطة كل التوفيين نتمنى اللامسة الأخيرة تبقى مزبوطة على الله إن شاء الله وتستمر يا رب إن شاء الله على طول طيب نروح أخيرا لملف المنتخب المصري اللي طبعا بيستعدي طبعا لمعسكر ومع مباراتين مهمين جدا مبارات كينيا في كينيا ومبارات جزر القمر اختيارات الكابتن حسامي البدري لهذه المباراتين من خلال المحترفين شايفها إزاي في بعض المشاكل اللي بتدور حوالين قدوم بعض المحترفين حضرتك شايفها إزاي وعلى مستوى هل بعض العناصر الجديدة أو الأسماء الجديدة اللي ليها حظوظ إنها تكون متواجدة مع المنتخب المصري في الفترة اللي جاية شوفوا أولا طبعا المنتخب الحمد لله أنه هو عد الموقعه تماما ودلوقتي بيشارك في الصدارة آه تم النقاط تم النقاط وبالتالي الموقف بقى أعتقد الأجواء العامة بقتتساعد دلوقتي كابتن حسام على أنه يورينا بقى شكل أفضل للمنتخب قد نختلف في الاختيارات لكن في النهاية إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين أول حاجة التآهل طبعا أكيد محتاجين ترتيبات لشكل أفضل في الأداء بشكل عام إحنا عايزين منتخب مصر بعد فترة توقف برضو سنة كاملة أيام الكورونا سنة كاملة مفيش منتخب وده العذر اللي إحنا بنلتمسه لكابتن حسام البادري لكن أتمنى أن الاختيارات تبقى على قد الطموحات اللي إحنا عايزين حتى الجديد العناصر الجديدة أو كده تكر يعني هيضم بعض العناصر الجديدة يمكن نتكلم مثلا على مستوى مستوى رأس الحربة طبعا عندنا لعبة مميزة فيه طبعا مروان ماشي في شكل كويس محمد شريف في النادي الأهلي ماشي بشكل كويس بتتكلم على مصطفى محمد ماشي بشكل كويس في جلاتة سراي لكن كمان فيه وجوه جديدة وخاصة الوجوه اللي بتشارك مع المنتخب بالنمبي أحمد ياسر ريان على سبيل المثال هل تفتكر ممكن يكون ضم عناصر جديدة زي أحمد ياسر ريان هو كان مفروض أنه هيعلن بعد الجولة الأفريقية دي يعني التشكلات بقى أو القيمة أو الاختيارات النهائية وأنا بشوف أن لازم يكون فيه دور للعيبة اللي حضرتك ذكرته يعني يعني لابد أنه يبقوا متواجدين لأن أنت محتاج في المرحلة اللي جاية يبقى عندك عندك مشكلة في رأس الحربة يعني مش بس يبقى مروان لازم يبقى فيه محمد شريف لازم يبقى فيه مصطفى محمد طبعا أحمد برضو طبعا ياسر ريان من اللعيبة المهاجمين هل تفتكر ممكن في وقت من الأوقات أو أكيد كابتن حسام البدري كمان بيفكر ده مع جهازه الفني أن يكون عندنا قاعدة منتخب الأول مش بس اللعيبة اللي بتلعب في المنتخب الأول لكن القاعدة تضم عدد كبير جدا من لعيبة المنتخب الأولمبي لأن دول أعتقد الأداء اللي أدوه في بطولة أفريقيا وإن شاء الله ربنا وفاهم في الأولمبيات مع استمرارهم في اللعب هنا في لعبة كتير بيتلعب حتى مع الأندية بيتلعب بصفة مستمرة ومتقلقة يعني في ناصر ماهر ربنا يرجعوا بالسلامة في أكرم توفي في عمار حمدي في يوسع دائرة الاختيار حتى لو مش هيشاركوا بصفة أساسية يكونوا متوجدين المهم أن يبقوا متوجدين إن شاء الله تعلن قايمة كبيرة كبيرة لأن برضو اختيارات الجهاز الفني المنتخب للعبين بتديهم معنويات عالية جدا طبعا يعني النهاردة أي لعيب بيتم اختياره وأعتقد كان دايما بيبقى فيه قايمة كبيرة بزم مختصرة بالزبط ده في حد ذاته اللي هي دايرة الاختيار ومفيش مانع إن كابتن حسام يعلن عن وجودهم في هذه القائمة حتى لو مش هيبقوا بعد كده هيتم استبعادهم لكن يعني لازم يخشوا بس يخدوا بالزبط 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 يعني الاختيار دا مهم جدا كابتن هايب بالزبط وخصوصا بالنسبة لعيبة المنتخب الأولمبي لأن هما دول المستقبل للكرة أنا في اعتقادي لازم يخشوا لازم لأنه النهاردة فيه لعيبة أساسيين كلهم في عنديتهم كلهم تقريبا وأنا بقول أنه برضو نجاح كابتن شاوي غريب في ظهار اللعيبة دول مضبوط وتقلقهم في طولة أفريقيا طبعا إدى إدى كمان إدى حوافز كبيرة للمدربة الأندية لأنه شارك وشافهم بالمستوى عالي لأنه شافوا في قمة المستوى بتاعه يعني كابتن شاوي وصلهم للمستوى ده فأنا بتمنى زي ما قلنا كده أنه يبقى فيه اختيار قايمة كبيرة مجرد اللعيبة دول موجودين في قايمة المنتخب أعتقد ده بيفرق كتير جدا بمناسبة الكابتن شاوي غريب حضرتك أكيد عارف أنه طبعا في الأولمبياد بيكون فيه ثلاث اختيارات اللعيبة المحترقين فوق السن يمكن الكابتن خلاص أعتقد كابتن شاوي غريب حسن موضوع صلاح وبدأ بشكل رسمي يتواصل مع إدارة ليبر بول وبيهيق الجو تمام من الاتنين التانيين اللي في موجة نظر حضرتك يكونوا متواجدين مع صلاح في الأولمبياد بإذن الله لا يعني هو صعب طبعا أنه نحدد لأنه ده على حسب ما هو محتاج واحتياجات مركز يعني احتياجات مركز وأنا يعني يمكن بعد تقلق المنتخب الأولمبي في البطولة الأفريقية الناس بدأت الكلام ده بدري جدا وأنا كنت مع تأجيله ليه بقى لأن أنت عندك منتخب عامل إنجاز كويس جدا معنى أن أنت تقول أن أنا هضم تلاتة طبعا التلاتة دول اختياري من حقك طبعا يعني أنت لو عايز تضمهم لو مش عايز خلاص لو مش عايز خلاص بس أنا كنت شايف أن المنتخب الأولمبي بتشكلته اللي موجودة لا تشكيله متوازنة جدا ممكن التلاتة بقى اللي هيضافه ما هو ممكن محمد صراح ما يسمحش ظروفه أنه يجي لأي سبب من الأسباب ممكن ممكن ما يحصلش وارد ما يحصلش وارد ما يحصلش دي بتبقى 50 لعيب بس لازم يكون في 50 لعيب دول كل الأسماء اللي أنت بتطرح يعني ما ينفعش تبعت عشان ما تخرجش منهم بالضبط يعني 50 دول اللي هتبعتهم في الأول أنا بقى هناخدها بشكل توازني شوية لاعب في كل لاعب في كل خط أربع بقى أربع لعيب في كل مركز لا لا نقول بالضبط بالنسبة للتبار يعني تدعيم تدعيم ماشي لا تبدأ خط الضهر لا خط الضهر طب وامحمد الشناوي لا ممكن يكون الشناوي واحد منهم ما انت تاخد بقى العمود الفقري اه يعني تتكلم على خد العمود الفقري من أول حراسة المرمى لغاية المواجم طيب بالطول كده واحد هنا واحد هنا واحد هنا ادي ثلاثة اه طب لو الشناوي خط الضهر بقى لو الشناوي ده على حسب حالة انتش عايز تقول لا ما أنا مش عايز أقول أسماء مش عشان حاجة طب ايه يعني لو وجهة نظرة اه لانه كمان اللي بيحدد ده الكابتن شوئي الكابتن شوئي لا بيحدده بناء على ايه على دراسته لمستوى أداء فريقه نفسه اهيه بزنوط لانه هو أكثر قدرة انه يعرف عنده محتاج دعم في ايه انا متفق معاك لانه مرت علي كان اه اه انت وفوت تفرح عشان لما تمسك منتخب ما نفتيش صح لا مش كلها وجهات نظر لا ايه وجهات نظر كان متقلق أحمد الشناوي حتى في التصويرات اللي وصلتنا للأولمبياد كان متقلق بشكل كبير مع وجود عصام الحضري كان لسه بيلعب اه فكان برضو الموضوع شايف اننا لا كان الشناوي يستحق ان يكون موجود وعندنا ثقة فيه والله لما تمسك منتخب ما تبسط مننا جدا ان شاء الله دايل لا بكلمة جد لانه بيبقى دايما المدرب اسحابات مختلفة اه يعني حتى لما طرح مسألة استعانته بصلاح ومين وبتاع كان الولاد لسه عرقهم ما نشيفش والناس طلعت تقول ايه طب هتاخد مين بقى كان بدري قوي كان بدري قوي دا كان لسه العيال واقفة مع الاحترام يعني كلمة عيالي يعني مش الولاد يعني كانوا لسه بيفرحهم حتى لما تسألوا يعني انت بتحرجهم طب هتاخدوا معاكم محمد صلاح الولاد طب يعني سيبوا يفرح صحيح واحنا فرحانين بيهم بصراح يعني احنا عندنا جيل جيل رائع من اللعيبة الصغيرة في السنش وهم النهاردة في اندية بتعتمد عليهم جدا صحيح صحيح نشكرك شكرا جزينا شكرا كابت انه وارتنا وشرفتنا سعيد وجدي معك الله شكرا جزينا شكرا كابتن دي كانت طبعا نهاية فقرتنا الحوارية بعد الفاصل اتنين من نجوم النادي الاهلي الكبار الكابتن فتح نصير والكابتن ماير همان